السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاطمة فيديو اليوم هو جواب عن التساؤلات التي تكررت كثيرا في فيديو انتع المرنج بدون بيض ألا وهي ماء الحمص المعلب يحتوي على مواد حافظة قبل ما تشوفوا الجواب بغي نقولكم هذا التوضيح المواد الحافظة مضرة للصحة خصوصا إذا كان الاستهلاك انتحى يومي ومستمر لأن جسم الإنسان لا يستطيع مقاومة السموم يوميا خصوصا إذا كانت النسبة انتحى مرتفعة وأؤكد لكم أن العربة التي استعملتها لا تحتوي على مواد حافظة وها هم المكونات في الصورة تحتوي على الحمص الماء والملح ومن بين هذه المكونات كما شفتوا الملح لكن غير ظاهر في الماء وأؤكد أيضا أن هذه الميران لا يوجد فيها ذوق الحمص هذا السؤال أيضا تكرر كثيرا في فيديو عن الميرانج وأيضا الميرانج التي تحصلت عليها لا تختلف عن الميرانج العادية المصنوعة ببيض البيض وأيضا بغت نقول لكم أن هذه الفكرة ليست فكراتي أردت فقط صنع ميرانج بدون بيت لصديقة ابنتي عنها حساسية تجاه البيض أبحث في اليوتيوب عن هذه الوصفة ووجدت قناة كنادية رابط انتحى قد نوضع لكم تحت هذا الفيديو أخذت منها هذه الفكرة وعملت هذا الفيديو باش نجاوب على هذا السؤال لتكرر كثيرا وأيضا ما قدرتش نجاوب على جميع التعليقات في فيديو انتاع الميرانج والآن نقول لكم مع السلامة ونتلقوا في الوصفة الجاية إن شاء الله